الرئيس السيسي يبحث مع ميركل تطورات الأزمة الليبية ويؤكدان ضرورة إجراء الانتخابات ديسمبر المقبل وإخراج القوات الأجنبية والإرهابيين الرئيس السيسي يتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف مدبولي يؤكد أهمية المشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتاقات البلازمة وضرورة ضغط الجدول التنفيذي للمشروع السادسة مساء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت جرينج نصة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا عبر تقنية الفيديو كونفرنس من المستشارة الألمانية أنجلا ميركل وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المستشارة الألمانية أعربت عن تقديرها لمسيرة التعاون المتنامي والمثمر مع مصر تحت قيادة الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية مؤكدة اعتزاز بلادها بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة وحرصها على استمرار ألمانيا في تعزيز تلك العلاقات ودعم الجهود التنموية المصرية مستقبلا كمنهج ثابت للسياسة الألمانية من جانبه أكد الرئيس السيسي للمستشارة الألمانية تقدير مصر للإسهام الكبير الذي قامت به منذ توليها قيادة الحكومة الألمانية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومنحها قوة الدفع المطلوبة معربا عن تطلوه الاستمرار المستوى المتميز للتعاون القائم بين مصر وألمانيا مع الحكومة الجديدة على كافة الأصعيدات هذا وقد شهد الاتصال التباحثة حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي المختلفة بين البلدين في جميع المجالات فما أشهد الجانبان بتنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة كما تناول أيضا الاتصال التباحثة حول عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة مستجدات الأزمة الليبية حيث تم تأكيد على ضرورة استمرار التشاور المكثف في هذا الملف المهم بين البلدين في الفترة الحالية أخذا في الاعتبار الدور الحيوي لمصر في إطار العمل على تسوية تلك الأزمة بشكل نهائي من خلال دعم العمليات السياسية في ليبيا وصولا إلى إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر القادم كما تم تبادل وجهات النظر بشأن تطورات القضية الفلسطينية حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وجهود مصر لإعادة أعمار القطاع هذا بالإضافة إلى التحرقات والاتصالات التي تقوم بها مصر على المستوى الثنائي والدولي بهدف إحياء عملية السلام وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفيما يتعلق بآخر تطورات قضية سد النهضة أكد الرئيس السيسي الموقف المصري في هذا الإطار بالتواصل إلى اتفاق قانوني وملزم حول ملء وتشغيل السد لا سيما في ضوء ما ورد في البيان الرئاسي الصادر في هذا الصدد عن مجلس الأمن الدولية تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المركبات المدرعة المتورة من قبل القوات المسلحة وذلك بحضور اللواء كامل وفائي مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة واللواء أركان حرب محمد عبد الفتاح مساعد مدير إدارة المركبات للتسليح وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس قد تفقد نموذجا مختلفة من المركبات المدرعة التي تم تطويرها بمصانع القوات المسلحة طبقا لأحدث النظم التصميم والتصنيع والتي روعي فيها تصميمها تعظيم قدرات هذه المركبات من حيث تعدد الاستخدامات سواء للقوات المسلحة أو قوات الشرطة المدنية هذا فضلا عن قدراتها على المنورة وارتفاع مستوى الحماية ضد الموانع الأرضية وقد استمع السيد الرئيس إلى شرح تفصيلي من السيد مدير إدارة المركبات بشأن مراحل التصميم والتصنيع والتي أظهرت مدى التطور في تلك الصناعة بما يواكب أحدث الطرق المتبعة عالميا وذلك تمهيدا لعرض هذه المركبات في إطار الدورة الثانية من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية أدكس 2021 كما استمع السيد الرئيس كذلك إلى شرح تفصيلي بشأن الإجراءات التنفيذية والحطة الزمنية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر بهدف مواكبة التطور العالمي في هذا المجال وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من المشروعات الخاصة بما كانت مصلحة الضرائب ونظام الفاتورة الإلكترونية وما كانت تطوير الإجراءات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بضرورة الانتهاء من كافة برامج ميكنت وتطوير مصلحة الجمارك وذلك بحلول نهاية مارس من عام 2022 وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة حيث أوضح وزير المالية أن المؤشرات عن الربع الأول للعام المالي الحالي قد أظهرت تحرك الموازنة العامة للدولة في اتجاه تحقيق المستهدفات من العام المالية وارتفعت مخصصاته كافة أبواب المصروفات خاصة ما يتعلق بتوفير التمويل الكافي لتنفيذ مختلف الاستثمارات الحكومية لا سيما مبادرة حياة كريمة كما تم توفير كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة جائحة كورونا بقيمة تزيد عن 24 مليار بني بمعدل نمو حوالي 35% وتم أيضا توفير مخصصات كافية لجميع بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات بمقدار حوالي 45 مليار جنيه هذا فضلا عن انفاق حوالي 47 مليار جنيه على قطاع التعليم بمعدل نمو يقارب على 20% وقد وجه الرئيس السيسي بالحفاظ على هذا الأداء والتوجه فيما يتعلق بمؤشرات الموازنة العامة وصولا إلى تحقيق فائد أولي مقداره 1.5% وتقفيد العجز الكلي للموازنة العامة إلى 6.7% كذلك تقفيد الدين لأقل من 90% فضلا عن الاستمرار في دعم المشروعات التنموية للدولة وتلبية الاحتياجات اللازمة للقطاعات التنموية خاصة الصحة والتعليم وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمود عمبر أستاذ الاقتصاد مرحبا بك دكتور محمود أهلا وسهلا يا فبد توجهات عدة لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عدة مجالات نتحدث أولا عن المشروعات الخاصة بميكانة مصلحة الضرائب والنظام الفطورة الإلكترونية إلى أي مدى هذه الميكانة ممكن أن تساهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصري هذا الأمر ينضم إلى البنية التكنولوجية وأحد الأطر الرئيسية التي تهتم بها الدولة في التداعيات التي فرضتها جعيحة كورونا وهي التحول نحو الاقتصاد الرقمي أو الاقتصاد القايم على التكنولوجي حقيقة الأمر الدولة المصرية لديها خطوات داردة في هذا الأمر حتى قبل ظهور التداعيات الاقتصادية لجعيحة كورونا التي أعطت مزيد من الاهتمام حول هذا الأمر وأصبح يمكن هذا القطاع يتصدر القطاعات الاقتصادية بل وأصبح لزاما على أي اقتصاد أن يتوجه نحو الاقتصاد الرقمي ويمكن تحول الدولة المصرية نحو هذا الأمر مبكرا وإعداد بنية تحتية معتبرة للبنية التكنولوجية كان أحد العوامل التي وصرت وجعلت الاقتصاد المصري يعني يصمد أمام جائحة كورونا ويصبح يمكن هو الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي كان يحقق معتلات نمو مجبة في ظل وفي قلب جائحة كورونا طيب دكتور عمبر كيف استطاعت أيضا الحكومة في ظل هذه الجائحة التي أثرت على اقتصاديات الكثير من الدول كيف استطاعت الحكومة المصرية أن توازن ما بين النمو الاقتصادي وتوفير برامج حماية اجتماعية للمواطن المصري يمكن هذا الأمر لم يأتي من قبيل الصدفة ولكن بفضل برنامج إصلاحي اقتصادي مصري خالص ثمنته الدولة المصري منذ 2016 واستطاع أن يحقق معتلات نمو مرتفعة بإشادات دولية وإقليمية منذ 2018 استمرت هذه الإشادات حتى هذه اللحظة من خلال المؤسسات الدولية سواء عن المستوى النقضي أو حتى عن المستوى المالي كان آخرها صندوق النقض الدولي وتتويج مصر للمرة الرابعة على التوالي بأنها وجهت الاستثمار الأولى داخل القرى الإفريقية كل هذه العوامل ووجود أيضا سياسة حماية تزير مع التوازي مع برامج الإصلاح الاقتصادي ويمكن ذلك تظهر أرقام الموازنة العامة الحالية في خلال الربع الأول من الموازنة العامة هذا النمو في جانب المصرفات والذي يركز بشكل أكبر على السياسة الحماية سواء كنا نتحدث عن المشروعات الخاصة بحياة كريمة أو حتى الإنفاق على التعليم أو على الصحة كل هذه الأمور نما يعني معانية باستثمار في العنصر البشري وزيادة القدرات الإنتاجية للعنصر البشري وهو يعتبر أهم عناصر العملية الإنتاجية نعم أشكرك جزيل أشكر دكتور محمود عمبر أستاذ الاقتصاد تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة للشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكر المولد النبوي الشريف وأكد الرئيس السيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن مولد النبي كان نقطة تحول في تاريخ البشرية مشيرا إلى أن النبي محمد هو القدوة والمثل والنموذج الصالح للقائد الذي حمل رسالة السماء وتحمل المسؤولية بشجاعة وواجه المحن بالعزيمة والإرادة والصبر كما توجه الرئيس السيسي بالدعاء لله عز وجل في هذه المناسبة المباركة بأن يحفظ مصر والشعوب العربية والإسلامية من كل شر وسوء تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والصمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكر المولد النبوي الشريف وأعرب الرئيس السيسي في برقياته للزعماء العرب والمسلمين عن أصدق تهنيه القلبية وأطيب تمنياته بمناسبة حلول هذه الذكرى المباركة دعينا الله عز وجل أن يعيدها عليهم وعلى شعوبهم الشقيقة بالخير واليمن والبركات وأن تحمل هذه المناسبة العطرة ما نتطلع إليه لأمتين العربية والإسلامية من تقدم ورقي وازدهار تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وفي كلماته خلال الجلسة العامة للمجلس أكد رئيس المجلس أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة يذكر بأسمى معاني الوفاة والاقتداء بنموذج رائع يزود الأجيال ويحصنها بالقيم داعيا لصحوة وطنية قومية للعمل من أجل النهوض بالوطن يسعدني أن أتقدم إلى حضراتكم وباسمكم بخالص التهنئة القلبية وأسكاها إلى شعب مصر وقائد مسيرته المواطن المخلص فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي داعين المولى عز وجل أن تكتمع قلوبنا على الخير لننهض بهذا الوطن الغالي ليرتقي شعبه أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان وكل عام وحضراتكم بخير تقدمت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تقدمت بالتهنئة للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف وأضافت السيدة انتصار السيسي أنه في مثل هذا اليوم شرف النبي بمولده العالم وأضاء أفاق الكون حاملا أعظم رسالات فكان رحمة وهدى للعالمين مضيفة أن النبي الأمين الكريم ضرب أروع المثل في سمو الخلق واللسان الصادق والإنسانية الرفيعة داعية الله عز وجل في هذه الذكرى العطرة الطيبة أن يحمي مصر وشعبها وأن يعيد هذه الليلة المبارقة بالخير واليمن والبركات على جميع الشعوب العربية والإسلامية أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الأهمية البالغة التي تليها الحكومة المصرية لمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازمة مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع شخصيا وبصفة دورية تطورات الموقف التنفيذي لهذا المشروع جاء ذلك خلال اجتماعي مع ممثل شركة تجريفولز الإسبانية لتجميع وتصنيع مشتقات البلازمة لمناقشة تطورات تنفيذ المشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازمة وخلال الاجتماع شدد رئيس الوزراء على أن الدولة عازمة على توفير كافة سبل الدعم الممكن لتنفيذ هذا المشروع وفق أعلى المواصفات القياسية العالمية لتحقيق الريادة في إنتاج وتوفير مشتقات البلازمة في الشرق الأوسط وأفريقيا من جانبه أعرب ممثل شركة تجريفولز الإسبانية عن إعجابه بعزم مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازمة مشيرا إلى أنه لأول مرة يلمس مثل هذا الإصرار أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تحرص على دعم وتبني ملف تغير المناخ والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بموارد الدول ومستقبل الأجيال مشددا على أهمية التنصيق الدولي الفاعل وتكامل الأدوار لتحقيق الأهداف العالمية في تقليل الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ جاء ذلك خلال ترأوسه الاجتماع الثالث للجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية حيث استعرض الاجتماع مسودة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والتي تتكامل مع استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية لتمويل المناخ وتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والبديلة بالإضافة لتعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في هذا المجال كما عرضت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أهم الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال في قمة تأجلاسكو المعنية بتغير المناخ والمزمع انطلاقها في أواخر شهر أكتوبر الجاري تواصل وزارة الداخلية تنفيذ استراتيجيتها فيما يتعلق بتعميق مفاهيم حقوق الإنسان لدى العاملين بها بما ينعكس على مستوى الأداء الأمني وصومي قرامة الإنسان في هذا الإطار تحرص الداخلية على تقديم الخدمات الأمنية بصورة حضرية تراعي فيها كافة الضوابط والمعايير الإنسانية يأتي تعزيز وترصيخ مفاهيم حقوق الإنسان لدى العاملين بوزارة الداخلية في مقدمة أولويات الوزارة لانعكاسه على الأداء الأمني وما تقدمه من خدمات أمنية جماهرية بصورة حضارية وتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية دي خطوة من ألف خطوة في بناء دولة حقيقية مدنية ديمقراطية حديثة تحترم نسها وتحبهم وتجري وتسعى عليهم الوزارة حرصت وفي هذا الإطار على أن تتناول الخطط والمناهج الدراسية والبرامج التدريبية والأنشطة البحثية للطلبة كليات الشرطة والدارسين بأكاديمية الشرطة بكافة أفرعها مفاهيم حقوق الإنسان بصورة متعمقة بما يكفل إعداد وتأهيل ضابط شرطة يلتزم بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان في معاملته اليومية وما يتصل بأدائه لعمله كما اطلعت وزارة الداخلية بتنفيذ برامج ودورات تثقفية لكافة كوادرها تهدف إلى تعرفهم بمبادئ حقوق الإنسان وترصيخ تلك المبادئ لديهم بما ينعكس على آدائهم في عملهم ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين كافة العاملين والأفراد بالوزارة ويحاضر في تلك الدورات خبرات محلية ودولية من مختلف التخصصات الثقافية والأمنية وتتناول كافة ما يتعلق بالالتزام بقواعد ومعايير حقوق الإنسان في كل القطاعات الشرطية بخاصة التي تقدم خدمات أمنية وجمهرية بخاصة التي تقدم خدمات أمنية وجمهرية وينعكد ذلك كله على أداء الكوادر الأمنية في كل قطاعات وزارة الداخلية فأصبحنا نشاهد الخدمات الأمنية والجمهرية تقدم بصورة حضرية لائقة تراعى فيها كافة الضوابط والمعايير الإنسانية ومشاهد الاهتمام بكبار السن ودول احتياجات الخاصة في أماكن تقديم الخدمات الشرطية أصبحت من بديهيات العمل الأمني اليومي كما تطور الأمر إلى تفعيل الوزارة لخطتها الإنسانية والاجتماعية في كافة المجالات كلها أنشطة تقوم بها الوزارة في إطار تفعيلها لمفهوم حقوق الإنسان مع الارتقاء بكفاءة الكوادر الأمنية لديها لضمان تطبيق فاعل لتلك المفاهيم في كافة قطاعات وزارة الداخلية عبدالله بركات التلفزيون المصري قامت وزيرة الصحة والسكان هالا زايد بافتتاح المركز الطبية أفري إيجبت للرعاية الصحية والذي نفذته عدد من الشركات المصرية في أغندا جاء ذلك خلال زيارة وزيرة الصحة لجمهورية أغندا لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في قطاع الصحية وذلك في إطار حرص مصر على تقديم كافة سبل الدعم للنهوض بالمنظومة الصحية في دولة أغندا والدول الإفريقية الشقيقة أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نديب ميقاتي أن بلاده بأمس الحاجة لنبذ العصبية والتفرقة وإنقاذ سفينة الوطن من العواصف العاتية وخلال تهنئة تقدم بها للبنانيين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف أضاف ميقاتي أن الذكرى تأتي في وقت يحتاج فيه لبنان لزرع الألفة والتسامح ونشر الرحمة مضيفا أن قمة الإيمان هو حفظ الإنسان والأوطان أكد الرئيس الحكومة اللبنانية نديب ميقاتي أنه لن يدعو لانعقاد جلسات لمجلس الوزراء قبل إيجاد حل للمشكلة الراهنة في البلاد والمتعلقة بمسار التحقيقات في انفجار ميناء بيروت وأضاف ميقاتي في تصريحات صحفية أن الوضع الأمني في البلاد مستتب مشيرا إلى أن عدم الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء بكامل تشكيله هو أمر سياسي لرغبة في عدم استفزاز أي طرف وأشدد ميقاتي على أنه لن يتدخل في عمل القضاء ولا في عمل لقاضي التحقيق بقضية انفجار ميناء بيروت طارق البطارة مؤكدا أن القضاء عليه أن يصلح نفسه بنفسه وأن القضاء هو القادر على حل مشكلة النزاع القادم باتت وجبة الإفطار التقليدي اللبناني المناقيش حلما بعيد المنال بالنسبة للكثير من اللبنانيين نتيجة للأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تعصف بالبلاد وأدى التراجع الاقتصادي في لبنان إلى ارتفاع سعر الوجبة إلى 6 أضعف أكلة لبنان الشهيرة المناقيش في خطر والسبب الأزمة الاقتصادية الحادة التي تضرب البلاد وتحظى المناقيش بشعبية كبيرة ضمن وجبة الإفطار في لبنان إلا أن الانهيار الاقتصادية جعل تلك الوجبة بعيدة عن متناول الكثيرين حيث ارتفع سعرها إلى 6 أضعاف ويقول الخباز فراس أبو عقل أن الخبازين اضطروا إلى زيادة أسعار المناقيش ليتمكنوا من الحفاظ على عملهم هذا وتقول فدوى وهي من سكان صبرى إنها تشار المنقوشة مرة واحدة فقط في الأسبوع الآن مقارنة بأي يوم آخر قبل الأزمة بينما تقول جينا وهي امرأة مسنة أخرى من صبرى إن المنقوشة كان وجبة للفقراء المنقوشة كانت أكل الفقير ميدانه خمسين كنا من سفرية علا بتلات ألاف وعم بيتأمر علينا ويعيش أكثر من سبعين بالمئة من سكان لبنان في فقر وتدهورت العملة الوطنية مما يدفع بالتضخم والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن الاعتراضات على نتائج الانتخابات حق مكفول ويتم التعامل معها وفق الدستور واللوائح والقوانين الانتخابية وأشار صالح في بيان إلى أن العراق يمر بظرف دقيق وأمامه تحديات جسيمة واستحقاقات وطنية كبرى تستوجب توحيد الصف الوطني وتغليب لغة الحوار وتقديم مصالح البلد العليا أعلنت المفوضية العليا لمستقل الانتخابات تجاوز عدد الطعون بنتائج الانتخابات لكنها أشارت إلى أن هذه الطعون لا تغير نتائج الانتخابات وأكدت المفوضية أن الطعون بنتائج الانتخابات تستمر حتى غد الثلاثاء مضيفة أن الرد على هذه الطعون سيكون خلال الأيام المقبلة ليأتي بعد ذلك دور الهيئة القضائية للنظر بها وإصدار قرارات بهذا الشأن تكون ملزمة للمفوضية أعلنت خلية الإعلام الأمني أن الطيران العراقي دمر أوكارا لتنظيم داعش الإرهابي في كاركوك وقالت الخلية في بيان إنه على إسر ذلك خرجت قوة من فرقة نشا لتفتيش مكان هذه الضربات وعصرت على خمسة أوكار تم استهدافها تحتوي على مواد طبية وأخرى غذائية وخلية شمسية وكاميرا أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاضمي اعتقال المسؤول عن تفجير الكرادة الدامي والذي وقع عام 2016 وقال القاضمي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إن القوات العراقية نجحت بعد ملاحقة مخابراتية معقدة خارج البلاد في اعتقال الإرهابية غزوان الزبيعي الملقب بأبو عبيدة بغداد والمسؤول عن تفجير الكرادة وجرائم أخرى معتبرا أن محاسبة المتورطين في الدماء واجبنا وطنية بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جامس كلافرلي بحث التعاون الثنائي بين الجانبين وشهد اللقاء تبادل وجهة النظر بين الجانبين حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية بما في ذلك التطورات في العراق على ضوء صدور نتائج الانتخابات البرلمانية حيث جدد أبو الغيط التعبير عن ارتياح دماعة الدول العربية لظروف سير العملية الانتخابية ومساهمتها في تعزيز سيادة العراق أعلن الجيش الوطني اليمني تجدد المعارك في الجبهة الجنوبية لمحافظة مئرب واندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الحوثي بدعم من طائرات التحالف العربي في اليمن وقال الجيش اليمني إن طائران التحالف دمر سيارة مدرعة وأسلحة ثقيلة لقوات الحوثي والتي تكبدت خسائر كبيرة خلال المعارك بدورها حذرت الوحدة التنفيذية للنازحين في محافظة مئرب من استمرار قوات الحوثي في منع المدنيين من الخروج من مدرية العبدية إلى مناطق آمنة واختطاف العشرات من سكان القرى المحيطة السادسة مستمرة مع حضراتكم ونتابع فيها الأمم المتحدة تحذر من ظهور سلالات دديدة متحورة من كورونا نتيجة توزيع غير العادل للقاحات حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو روتيريش من احتمالية استمرار ظهور سلالات دديدة متحورة من فيروس كورونا نتيجة للتوزيع غير العادل للقاحات المضادة بين دول العالم وقال جوتيريش أن عدم المساوى في توزيع اللقاحات يسمح لسلالات كورونا بالتطور والانطلاق مما يحكم على العالم بمزيد من الوفيات أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسلا فوندرلاين أن الاتحاد الأوروبي صدر أكثر من مليار جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا خلال عشرة أشهر إلى أكثر من 150 دولة وقدمت الدول 27 بالاتحاد الأوروبي حتى الآن نحو 87 مليون جرعة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وذلك عبر آلية كوفاكس الدولية التي تقودها الأمم المتحدة وسيقدم لها الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر القليلة المقبلة نحو 500 مليون جرعة إضافية وذلك بحسب رئيسة المفوضية الأوروبية قالت رئيسة وزراء نيوزيلاندا جاسيندا أردرن أن أوكلاند أكبر مدن البلاد ستظل مغلقة لمدة أسبوعين آخرين وذلك للسيطرة على انتشار سلالات الدلتا من فيروس كورونا وأضافت أردرن أنه لن تكون هناك تغيرات في القيود الاجتماعية التي تم وضعها بالفعل منذ أكثر من شهرين في أوكلاند وفي أستراليا عاد ألاف الأطفال إلى المدارس في سدني بعدما يقرب من أربعة أشهر من التعلم في المنزل حيث خففت أكبر مدينة في أستراليا مزيدا من القيود وأدت زيادة التطعيم ضد كورونا بشكل أسرع من المتوقع إلى تقديم موعد رفع المزيد من القيود عدة أيام مع تصدر نيو ثاوس ويلزا معدل التطعيم اللازم بجرعتين وهو 80% في مطلع الأسبوع للأشخاص فوق 16 عاما وبذلك لن يكون لزاما استخدام الكمامات في المكاتب كما يمكن عدد أكبر من المواطنين التجمع في المنازل ومتاجر البيع بالتجزئة والحنات وصلاة الألعاب الرياضية المترجم للقناة في الهند لقيا 26 شخصا على الأقل مصرعهم بسبب فيضانات مدمرة في جنوب البلاد حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضان الأنهار في منطقة كوتايام بولاية كيرالا جنوب البلاد وأوضح مسؤول التوارئ أن مياه الفيضانات جرفت منازل عدة وحوصر الناس في الولاية وانضمت قوات من الجيش الهندي إلى عمليات الإنقاذ بعد أن تسببت أيام من الأمطار الغزيرة في حدوث انهارات أرضية ممتة نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وجود نقص في العددات القودية بشركات توزيع الكهرباء مما تسبب في تأخر تركيبها للمواطنين المتعاملين بنظام الممارسة وأقام المركز بالتواصل مع وزارة الكهرباء والتي شددت على توافر رصيد كافة من العددات وتوريدها أولا بأول لكافة شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية وذلك بشكل يكفي لكل الطلبات المقدمة كما أشرت الوزراء لأنه تم الانتهاء من تركيب نحو 550 ألف عداد داقود لتتحول من نظام الممارسة حتى الآن مع استمرار شركات التوزيع على مستوى الجمهورية في إجراء المعاينات لباقي المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط في إطار اهتمام الدولة بتمكين المرأة انطلقت فعليات مبادرة نورا التي تنفذها وزارة التخطيط بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان بالشراكة مع سفرة هولندا وإحدى مؤسسات التنمية الاجتماعية في كلمة لها أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم أن إطلاق مبادرة نورا يتواكب مع ما تشهده الدولة من تقدم تنموي يعكس اهتماما خاصا بالفتيات كما أعلنت الوزيرة عن إطلاق تعاون مع المجلس القومي للمرأة لتتمكن من خلاله الفتيات المصريات بالخارج من تقديم الدعم ونقل المعارف لفتيات في عمرهن بالداخل تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والرأي إزالة التعضيات على مجرى نهر النيل وفرعي والمجار المائية وذلك في إطار حملات موسعة لإزالة كافة التعضيات في غضون 6 أشهر ويبلغ عدد الإزالات المستهدفة نحو 165 ألف حالة وقد تمت إزالة 7983 حالة ولا تزال حملات الإزالة جارية بكافة المحافظات وتواصل الوزارة تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع وأعمال تأهيل المساقي بمحافظات الجمهورية المختلفة ويشمل المشروع الانتهاء من تأهيل الترع بأطوال تصل إلى 2910 كيلو مترات أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن المينيا هي أول محافظات الجمهورية التي تستفيد من برنامج تكافل وكرامة وخلال إطلاق نيفين القباج حملة بالوعي مصر تضغير للأفضل بمركز العدوى أكدت أن الوزارة تعتني ببناء الإنسان المصري مشيرة إلى أن هناك أكثر من خدمة تقدمها الوزارة لدوي الإعاقة حيث تمت زيادة عدد مراكز التأهيل الخاصة بهم بالوعي مصر تتغير للأفضل الخطة أن نوصل لجميع المحافظات وبالتحديد للمراكز التي فيها حياة كريمة لجميع القرى الموجودة نحن ننزل بقوافل خدمة مش بس في التوعية برنامج الوعي سيادة الرئيس أوصى بيه بشدة والحقيقة هو بكلفه جامد جدا بس المسألة أن ننزل بخدمات توعية زي صحة المرأة والتنين كفاية وتمكين الأسرة ومشروعات وحضانات والزواج المبكر كل رسالة بنقولها ومعنا الخدمة بتاعتها معنا قوافل صحة إنجابية بناخد خدمات الناس اللي عايزة تنظيم أسرة وبنركب وسائل في الميدان بتسنزيك مع وزارة الصحة والسكان افتتح محافظة الإسماعيلية شريف فهم بشارة عددا من المدارس الجديدة في إثار احتفالات المحافظة بعيدها القومية وأشار محافظة الإسماعيلية إلا أن هذه الافتتاحات تأتي في إطار جهود الدولة لتقليل الكثافات في الفصول وخدمة مجتمعات عمرانية متعددة لاستعاب الكثافة السكانية النهاردة افتتحنا ثلاث مدارس مدرسة الإعلام ومدرسة المشكل والمدرسة الإعدادية هنا للغات المجمع التعليمي الحقيقة يعني حاجة متميزة جدا من حيث الكثافة يمكن حضراتكم شفتوا معي الكثافة لا تتعدى 36 طالب في الفصل المباني معمولة بشكل متميز جدا يمكن الأهم كمان اللي أنا رحزته روح الطائم بتاع التدريس سواء كان الإداريين أو المدرسين داخل المدرسة تفاعلهم مع الطلبة وسعادة الطلبة بالعمليات التعليمية الموجودة والتفاعل مع المدرسين الموجودين أكد مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية الدكتور أحمد بسيوني البدأ في حملة للقضاء على قوائم الانتظار تحت شعار عشان صحتك مفيش انتظار وتم خلال الحملة حتى اليوم إجراءوا 512 عملية جراحية معقدة متنوعة ما بين جراحات مخو أعصاب وقسطرة قلب وجراحات أوعية دموية بدأنا يوم 7 أكتوبر الماضي حملة للقضاء على قوام الانتظار الحملة كانت عنوانها عشان صحتك مفيش انتظار بدأنا بحصر جميع الحالات اللي تحتاج لتدخل جراحي كل التخصصات الطبية الدقيقة والمتقدمة بدأنا يوم الخميس 7 أكتوبر حتى تاريخه تم إنجاز ما أقرب من 512 حالة جراحية معقدة متنوعة ما بين جراحات مخ وعصاب دقيقة أسطرة قلبه وأسطرة مخ جراحات مفاصل جراحات أوعية دموية وجراحات أورام وجراحات مسالك وجراحات أطفال بنسبة نجاح تقترب من 100% الحملة مستمرة حتى 25 أكتوبر للقضاء على جميع حالات قوام الانتظار تم تجهيز المرضى مسبقا وتهيئتهم نفسيا وطبيا للتدخل الجراحي وتم الجراحات الدقيقة على منشآت الهيئة الموجودة بإسمعالية أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أنه تم تنفيذ مشروعات تطوير الكرة الأكثر فقرا في مراكز الفرفرة بمحافظة الوادي الجديد بتكلفة استثمارية تبلغ 3 مليارات و500 مليون جنيه مشيرا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تطوير كل كرة ومراكز المحافظة خلال ثلاث سنوات يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وخلال كلمته بختام فعاليات الملطقة التسويقي المصري الأول للتمور بمدينة الخارجة أشار شعراوي أنه تم تنفيذ نحو 60% من تكلفات القيادة السياسية الخاصة بعملية التطوير والتنمية بالمحافظة كما أكد شعراوي أن محافظة الوادي الجديد من أنجح المحافظات التي استطاعت تطوير القدرة الزراعية للصناعة من خلال الشباب فقط والذين يمثلون الغالبية من السكان وأضاف وزير التنمية المحلية أن مجمع المصالح الحكومية الذي يتم إنشاؤه بالمحافظة بتكلفة تصل إلى 239 مليون جنيه يعد أول مجمع نموذجي على مستوى الجمهورية وتسعى الدولة لتعميمه على باقي المحافظات وفي إطار جهود الدولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة تتواصل فعاليات القافلة الطبية بوحدة طب الأسرة بأم الحوائطات التابعة لإدارة سفاجة الصحية القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لنحو 244 حالة بمختلف التخصصات الطبية على مدار يومين كما تم إجراء 33 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة هذا وتم إجراء جميع الكشفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي كرة ومدن محافظة البحر الأحمر أهلا بكم من جديد نظمت دار الأوبرا المصرية مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدولة الثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والذي ستقوم فعليته في الأول من نبمبر المقبل وحتى الخامسة عشر من نفس الشهر سيشارك في المهرجان هذا العام عدد من الفنانين من دول عربية مختلفة بالإضافة لعقد المؤتمر العلمي ومسابقات مختلفة سيشهدها المهرجان دورة جديدة مليئة بالمفاجآت الغنائية والفنية لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الثلاثين فلأول مرة سيزداد عدد الحفلات لثلاثة وثلاثين حفلا بمشاركة مئة وواحد من فنان عشر دول عربية بجانب عشرين فرقة موسيقية وستقام الحفلات على ستة مسارح بثلاث محافظات وهي القاهرة والبحيرة ولأول مرة بمكتبة الإسكندرية ووسط التزام كامل بالإجراءات الاحترازية المهرجان الموسيقى العربية ده من أكبر المهرجانات المقامة في الشرق الأوسط لشكل عام أو في الدول العربية إحنا بنوليه اهتمام كبير جدا كل سنة وبنشتغل فيه تقريبا من قبل المهرجان بحوالي ستة شهور ونبدأ نجاهز ونوظف فيه ونحاول نطلعه بصورة كويسة المهرجان هذا العام يمكن واخد أشكال جديدة جدا يعني جديدة سواء في المضمون الفني أو سواء في عدد الأيام اللي هو يقام فيها المهرجان بيبدأ من أول نوفمبر ويستمر على مدار 15 يوم متصل أكبر كم من الفنانين المصريين والعرب من المطربين يعني في هذه الدورة هيبقى موجود في الدورة الثلاثين وإلى جانب المهرجان ستقام فعليات المؤتمر العلمي من الثاني وحتى السادس من نوفمبر لمناقشة موضوع الآلات الموسيقية في الإبداع الموسيقي العربي المعاصر بمشاركة خمسين باحثا عربيا وأجنبيا بالإضافة للمسابقة التي تحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفني للشباب والأطفال وذوي الهمم في العصف فضلا عن المسابقة الكبرى للجناء العربي ومعرضين لفنون الخط العربي الأول المهرجان السنة دورة الثلاثين دورة مهمة جدا جدا يعني دورة فيها خلاص سنين كتير جدا جدا عايزة أشكر الدكتورة رتيبة الحفني ما ننساش الدكتورة رتيبة الحفني صاحبة هذه الفكرة وصاحبة الصرح اللي النهاردة على مدى 30 سنة بيقام مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية اللي هو من أهم المؤتمرات والمهرجانات اللي بتقام في كل الدول العربية المؤتمر السنة دي بينعقد من يوم 2 نوفمبر لغاية يوم 6 على مدار 5 أيام جلسات صباحية جلستين كل يوم تبدأ من ساعة 10 وتنتهي 2 ونص بيشارك فيها 15 دولة عربية وأجنبية بنناقش حوالي أكتر من 40 ما يقرب من 50 بحث اللي يبحثين بكلهم مهتمين أنهم يتكلموا عن آلات الموسيقى العربية وخصوصية الأداء عليها المفروض لو نطول نعمل المهرجان شهرين أكيد الناس ستبقى مستمتعة لأنه طبعا بيحصل انتقاء للموجودين في المهرجان الأصوات العمالقة الترب في الوطن العربي كله زائد المواهب الجديدة برضو بيكملوا بعض دورة مميزة للمهرجان الذي يعد من أهم وأكبر المهرجانات العربية في الموسيقى والغناء والذي سيبدأ في الأول من نوفمبر ولمدة 15 يوما والتي تهدى لروح الموسيقار جمال سلامة وعبد داغر بالإضافة لتكريم 18 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي محمود جميل التلفزيون المصري الآن مع أخبار المال والأعمال بنشرة السادسة وتفاصيل الأخبار الارتصادية مع رغضة أبو ليلا تفضل لك شكرا لكم إلهام نمر ومرباة الميليجي إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا أهلا بكم أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أنه وفقا لبيانات التعداد الاقتصادي بمصر عام 2017-2018 استحوذ القطاع غير الرسمي على نسبة 53% من إجمالي المنشآت بقطاعات الأنشطة الاقتصادية جاء ذلك في العدد التاسع من مجلة آفاق الاقتصادية معاصرة الصادرة عن مركز المعلومات حيث أشار العدد إلى أبرز الجهود الحكومية لدمج القطاع غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي والذي يعد أحد اهتمامات الدولة في فترة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي ووفقا لمنظمة العمل الدولية فإن هناك أكثر من 60% من السكان العاملين بالعالم يعملون بالاقتصاد غير الرسمي معظمهم بالدول الناشئة والنامية شددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على توفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين والمربين بجودة عالية وأسعار مناسبة وخلال اجتماع مع قيادات الوزارة لمناقشة الوضع الراهن لسوق مستلزمات الإنتاج الزراعي أكد وزير الزراعة الصيد القصير على ضرورة التوسع بخدمات الميكانة الزراعية لخدمة المزارعين وخدمات تحسين الأراضي وهو الأمر الذي يساهم في زيادة إنتاجية المزارعين وزيادة دخولهم والتيسير عليهم إلى سوق المال حيث أنهت البرصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب وارتفع رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه لغلاق عند مستوى 723 و596 من ألف مليار جنيه على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 1.8 مليار جنيه لغلاق عند مستوى 11276 نقطة تم ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 75 مليار جنيه لغلاق عند مستوى 2659 نقطة وصعيد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 86 مليار جنيه لغلاق عند مستوى 3641 نقطة إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 15.66 مليار جنيه للشراء و15.75 مليار جنيه للبيع بالنسبة لليورو 18.16 مليار 18.18 و28 مليار جنيه للبيع الارسليني وصل إلى 21.51 مليار جنيه 21.65 مليار جنيه للبيع الدرهم الإماراتي 24.26 مليار جنيه 24.29 مليار جنيه أخيرا الريال السعودي وصل إلى 24.17 مليار جنيه 24.24 مليار جنيه سجل الاقتصاد الصينية أبطأ واتيرة للنمو خلال عام بالربع أثالث متأثرا بنقص الكهرباء واختناقات سلسلة التوريد يواجه ثاني أكبر اقتصاد بالعالم العديد من التحديات الرئيسية بما في ذلك أزمة ديون مجموعة أفرغراند مما أدى إلى انخفاض إنتاج المصانع إلى أضعف مستوى منذ أوائل عام 2020 تحت تأثير أزمة القطاع العقاري وانقطاع القهرباء أعلنت الصين طباطؤا كبيرا في نموها الاقتصادي في الفصل الثالث من 2021 وسجل إجمالي الناتج الداخلي الصيني في الفصل الثاني من السنة ارتفاعا بلغ 7.9% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بعد انتعاش كبير في فترة يناير إلى مارس بلغ 18.13% وبعد خروجها من أزمة وباء كوفيد-19 الذي ظهر فيها أواخر 2019 تواجه الصين ارتفاعا شديدا في كلفة المواد الأولية ولا سيما الفحم الذي تعتمد عليه لتشغيل محطاتها الكهربائية ما يهدد انتعاش اقتصادها ونتيجة لذلك طباطأ عمل محطات توليد الكهرباء بالرغم من الطلب الشديد ما حتم تقنين الطيار ونعاكس زيادة في كلفة الإنتاج بالنسبة للشركات ولعب القطاع العقاري أحد محركات الاقتصاد الصيني دورا أساسيا في انتعاش الاقتصاد بعد أزمة الوباء وحددت الحكومة الصينية رسميا هدفا للنمو لا يقل عن 6% هذه السنة أما صندوق النقد الدولي فتوقع زيادة إجمال الناتج الداخلي لثاني قوة اقتصادية في العالم بنسبة 8 من 10% وطلق الأرقام الرسمية المتعلقة بإجمال الناتج الداخلي الصينية متابعة حثيثة نظرا إلى وزن البلد في الاقتصاد العالمي نهاية الأخبار الاقتصادية عودة من جديد إلى إلهام نمر وميرفاة المليجي إليكم شكرا رغد أبو ليلى على هذا الاستعراض الاقتصادية اختتمت فعاليات بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وأقيمت البطولة بمشاركة 350 رام ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية على أرض واحد من أكبر ميادين الرماية على مستوى العالم أقيم ختام فعاليات بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية وذلك بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 350 رام ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية ننفذ المهم المغوكلة لكل لجنة على أحسن وجه وبالتالي كان فيه سهولة جدا فيه تنظيم واستضافة البطولة أنتم شايفين وكل الناس شايفها مدينة ما فيش زيها في العالم كله حاجة محترمة جدا الناس كلها مبسوطة جدا ومنبهرة بالميادين والله اللجنة المزامة ما زلنا مجهودة على قد ما قدرنا والحمد لله قدرنا ننجح ونوصل للحفل الختام البطولة شهادت منافسة قوية استطاعت مصر أن تحصد فيها أكثر من 22 ميدالية متنوعة ما بين ذهبية وفضية وبرونزية وذلك وسط إشادة دولية بالتنظيم وتوفير جميع وسائل الأمن والسلامة الصحية إلى جانب تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة كل الوفود المشاركة تنظيم البطولة على أعلى مشتوى ده من كلام من فراغ ده من تجربتي في الاحتكاكي في مباريات دولية سواء خارج مصر وأغلب حتى في أمريكا وفي الأرجنتين وأنا حضرت البطولة دي بقالي كتير بحضر البطولة دي دي مش كعبتي الأساسية بس برضو أنا رامي لعبة تانية اسمها تراب في الرماية بلعبها والحمد لله أنا الأول فيها عن ناشئين المدينة الدولية دي مدينة المعمول في 6 أكتوبر معمول أربع ميادين هايلين وتعملنا عليهم بطولات وتعمل عليهم بطولة العالم 2016 وهنا بقى فائت الدنيا بقى أول يوم في القام بخي خط تالت ناشئين وتاني بطولة بطولة أفريكا خط تاني ناشئين والنهارده في بطولة العالم خط تالت ناشئين برضه مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية تعد أحد أهم المعالم الرياضية على مستوى العالم لما تمتلك من إمكانيات تم إنشاؤها وفقا لأعلى المواصفات العالمية والتي كانت كافية لتضاهي كبرى القرى الأولمبية في مختلف دول العالم جرمين إبراهيم التلفزيون المصري نهاية النشرة السادسة ولا يبقى سوى تذكرة بأبرز ما جاء بها الرئيس السيسي يبحث مع ميركل تطورات الأزمة الليبية ويؤكدان ضرورة إجراء الانتخابات الدسمبر المقبل وإخراج الكوات الأجنبية والإرهابيين الرئيس السيسي يتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوية مدبولي يؤكد أهمية المشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما وضرورة ضغط الجدول التنفيذي للمشروع نهاية نشرة السادسة شكرا للمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة